احتفلت محافظة شمال سيناء بتعاون مع مدرية التضامن الاجتماعي بيوم اليتيم وقيم احتفال بهذه المناسبة بمنتدى شباب بالعريش وقدم محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لافتا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يعد بداية لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي في الخامس والعشرين من إبريل الجاري كما أشار شوشة إلى ضرورة الاهتمام بالأيتام وحصن رعايتهم وتوفير احتياجاتهم في مختلف المجالات وتأهيلهم ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع